الينيتد الذي ذهب ولم يعود فخيل يعني فريق بحجم المان يونيتد تتكلم على فريق أو على برند من أقوى برندات كرة القدم في العالم كله واحد من أنجح الأندية في العالم كله لسنوات طويلة جدا واحد من أهم الأندية على مستوى التدويق في إنجلترا واحد من أكتر الأندية الشعبية واحد من أكتر الأندية اللي عنده قدرات مالية غير طبعية ومع ذلك حالة عجز تامة ومستمرة منذ رحيل أليكس فريقسن مصولا لمرحلة تنهاج ممكن نعدلك أسماء مديرين فنيين على أعلى مستوى وعدلك أسماء لعبين كلاس A ورغم كده فشلت المعدة بتاعت اليونيتد في العودة للتدويق مرة تانية لأنه بالتأكيد بس مش القصة مرتبطة باليونيتد لكن كمان مرتبطة بالأندية في إنجلترا وأنا النهاردة عندي كلام كتير نص فقرة مخصصها لكلام على مواجهة الستي وشلسي أمبارح في البريمير ليج حاجة فوق الخيال اللي ما شافش المباراة دور عليها إذا كنت تحب الكرة إذا كنت الكرة بالنسبة لك مش بس مكسب وخسارة آه المكسب والخسارة مهمة آه الألقاب والبطولات مهمة آه التتويج ولحظة الإحساس بالنجاح مهمة كل ده مهم جدا في كورة القدم وفي الرياضة عموما وبسبب ده اتوجدت أو خلقت البشرية فكرة الرياضة والتنافس لكن المتعة هي الأهم أنت بتتفرج عشان تستمتع أنت بتتفرج عشان بتحب كورة القدم فيش حد بيتفرج على رياضة أو بيتابع رياضة إلا هو مهوز بيها وهو عاشق لها وهو مستني يشوف لقطة هنا ولمحة هنا وطبلوه هنا وده اللي أنا شفته مبارح لمدة تسعين دقيقة تسعين دقيقة كاملة مش قادر تاخد نفسك بتشجع تشيلسي أو بتشجع السيتي بعيدا عن يعني انتمائك أنت مستمتع بحالة كورة قدم لمدة تسعين دقيقة متتالية حالة صراع في الملعب على كل المستويات ما بين باب جورديولا وما بين بوشتينو ما بين السيتي وما بين تشيلسي ما بين بول ووكر ورحيم السيرلينج ما بين إيرلينج هالند وتياجو سيلفا ما بين بولمر وبين جورديول ما بين كوكوريلا وما بين برناردو سيلفا حالة صراع لمدة تسعين دقيقة مباراة تهت أربعة أربعة نصيحة لو ما تتفرجتش علمتش ده هاتوا بأي شكل من الأشكال وتفرج عليه لأنك هتستمتع بكرة قدم قلمة قلمة تشوفها على مستوى العالم الحي ومن هنا بيجي سر متعت وتفوق الدولة الإنجليزية الفوارئ بتدوب وهنا نتكلم على العقلية الحقيقة مش عايز أخد الكلام بعيد عن منتخب مصر لأن الحلقة النهاردة المنتخب بس احنا نتكلم بجد كورة وبيتهالي العقلية دي مطلوبة مع المنتخب فيما تشاطف في تصفيات كاس العالم فكرة الاستسهال أخاف منها جدا تعالوا نشوف شكل المجموعة هارجع على الستي وشلسي لأنه عندي كلام كتير يتقال فيه